فاطر الخلق البديع وكافلا رزق الجميع سحاب جودك هاطل يا مسبغ البر الجزيل ومسبل الستر الجميل عميم قولك طائل يا عالم السر الخفي ومنجز الوعد الوفي قضاء حكمك عادل عظمت صفاتك يا عظيم فجل أن يحصى الثناء عليك فيها قائل الذنب أنت له بمنك غافر ولتوبة العاصي بحلمك قابل رب يرب العالمين ببره ونواله أبدا إليهم واصل تعصيه وهو يسوق نحوك دائما ما لا تكون لبعضه تستاهل متفضل أبدا وأنت لجوده بقبائح العصيان منك تقابل وإذا دجا ليل الخطوب وأظلمت سبل الخلاص وخاب فيها الآمل وأيست من وجه النجاة فما لها سبب ولا يدنو لها متناول يأتيك من ألطافه الفرج الذي لم تحتسبه وأنت عنه غافل ومن استراح بغير ذكرك أو رجا أحدا سواك فذاك ظل زائل رأي يلم إذا عرته ملمة بسوى جنابك فهو رأي مائل عمل أريد به سواك فإنه عمل وإن زعم المراء باطل فإذا رضيت فكل شيء هين وإذا حصلت فكل شيء حاصل أنا عبد سوء آبق كل على مولاه أو زار الكبائر حامل قد أثقلت ظهر الذنوب وسودت صحف العيوب وستر عفوك شامل ها قد أتيتك وحسن ظني شافعي ووسائلي ندم ودمع سائل فاغفر لي عبدك ما مضى وارزقه توفيقا لما ترضى ففضلك كامل وافعل به ما أنت أهل جميله والظن كل الظن أنك فاعل اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد ثم أما بعد إن شاء الله عز وجل يا أخوانا اليوم بدنا ناخد انفلاماتوري باول ديسيز هو عبارة عن مش تقول لي أكيوت لا بيصير عندي أخوانا انتر اكشن بيصير عندي تفاعل بين النورمال فلورا الميكروبيوتا الموجودة في الانتستين النورمال فلورا اللي موجودة في الانتستين وجهاز المناعة عندي الأشخاص اللي عندهم استعداد جيني بريد بوزيشن جينيتك عندي الأشخاص اللي عندهم استعداد جيني فبيصير عندي إن أبوبريت ميوكوزل إميون أكتيفيتد يعني أخوانا الانفلاماتوري باول ديسيز باختصار شديد هو إكرونيك جهاز المناعة تبع هدول الأشخاص تمام عندهم استعداد جيني أنه جهاز المناعة يروح يهاجم النورمال إفلورا أنتوا عارفين في الوضع الطبيعي جهاز المناعة ما بيهاجم النورمال إفلورا لكن عند هدول الأشخاص جهاز المناعة بيهاجم النورمال إفلورا طب لما أنت قد تعمل الديقرادشن للنورمال إفلورا طب ما النورمال إفلورا النورمال إفلورا في الجي آي اكتر من خلايا الجي اي نفسها النورمال فلورا في الجي اي عدد مهول جدا 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 من النورمال فلورا اللي موجودة في الجي اي فلو انت جهاز المناعة بده يهاجم النورمال فلورا اللي موجود في الجي اي رح يكون اكتف بشكل خيالي بشكل خيالي وعشان كده رح يهاجم اصلا خلايا الجسم نفسها ما انتو عارفين يا اخوانا لما انا بدي احفز جهاز المناعة يهاجم المايكروب رح يهاجم المكان اللي موجود فيه له المايكروب تمام رح يعطينا حاجتين Crohn's and Ulcerative Colitis هدول عبارة عن Inflammatory Bowel Disease أنا بقدر أميزهم بحاجتين الحاجة الأولى Sight of Affected يعني هو الحاجة الأولى Sight of Affected زي ما أنتوا عارفين Ulcerative Colitis في الغالب بيصيب الريكتم الريكتم مع السيجمويد كولون مع الريت كولون مع الليفت كولون مع الليفت كولون أما لCron's disease زي ما أنتوا عارفين بيصيب نهاية الإيليم نهاية الإيليم فما كان الإصابة بميز لي بالألسرative colitis ولCron's disease وأيضا على المورفولوجي على المورفولوجي بميز بين الألسرative colitis ولCron's disease فميز أنا بيناتهم بحشتين على المورفولوجي بتلاقي لCron's disease بتلاقي لCron's disease في المورفولوجي Transmural Inflammation ما احنا قلنا Inflammatory Bowel disease Very Active Inflammation Very Active Immune Very Active Mucosa بس هذا الإنفلاميشن في lCron's disease بيكون Transmural وفي أنا عندي Escape Legion تمام وبقدر يصيب أي مكان لكن في الغالب بيصيب نهاية الإيليم مع بداية السيكم تمام ميوكوزا هلقيت حنشوف إن شاء الله الآن زي ما احنا قلنا الألسرative colitis هو limited للريكتم والكولون limited للريكتم والليفت كولون أما طبعا وهو بس الإنفلاميشن بس بيكون موجود في الميوكوزا والصب ميوكوزا طيب الكرونز دي سيز الكرونز دي سيز في الغالب بيصيب التيرمينال إيليم في الغالب لكن الكرونز دي سيز بيقدر يصيب أي مكان في الجي آي من الأورال لغاية الريكتم الكرونز دي سيز بيقدر يصيب أي مكان في الجي آي تمام وهو إترانس ميورال يعني الإنفلاميشن حيكون على الثلاث طبقات الآن هلقيت البوث يعني الأعمار هم 17, 18, 25, 23, 20 سنة لحد أقصى 30 سنة في هدول الأعمار بيكون في الأعمار الأدوليسينس 18, 17, 20 واليوند أضلت 25 إلى 30 لكن بدينا نشوفه في الأعمار الخمسين سنة فما فوق ممكن يكون لكن إنه يكون عند الأعمار الخمسين سنة فما فوق طبعا كومون هو في اليو اس في سكاندنافيا تمام بريطانيا لكن هو رير في إيشيا والآفريكان رير لكن بدأ يزيد بدأ يزيد يعني إحنا عندنا رير عندنا إحنا في فلسطين رير لكن بدأ يزيد الآن أحد النظريات بتقول لك الطفل لما يكون صغير لما هو صغير عنده نظافة مفرطة وأهله دايما بيغسله إيديه ودايما بالصابون والمعقم ومش عارف إيش نظافة مفرطة جدا 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 فالطفل ما تعرضش للمايكروب وهو إيش وهو صغير في أول حياته ما تعرضش للمايكروب فبتلاقي ما صارش عنده فما صارش عنده الريجوليشن وما صارش عنده يعني الريجوليشن أو جهاز المناعة تبعه ما تطورش وبالتالي لما كبر وتعرض لهذه النورمال فلورا فكرها فورين بادي فكرها إيش فورين بادي نفس قصة الأزمة في الهياجين هايبوثيسيز إيش هذه النظرية بتقول لي اللي عندهم النظافة المفرطة النظافة إيش المفرطة اللي ما تعرضوا للمايكروبات وهم مصغار لما يكبر هذا الشخص لما يكبر جهاز المناعة ما بيكون عنده ريجوليشن جهاز المناعة عشانه ما تعرضش لهذه المايكروب عند الطفل وهو صغير فجهاز المناعة مش عارف إنه هذه نورمال فلورا مش عارف لكن لو تعرض الطفل لهذه البكتيريا وهو صغير جهاز المناعة بيقول عنها نورمال فلورا لكن لما كبر الشخص جهاز المناعة أول مرة يشوف هذه النورمال فلورا أول مرة يشوفها أول مرة عشان أول مرة يشوفها بيعتبرها فولن بادي وعشان كده بيروح بيهاجمها فهي نظرية الهياجين هايبوثيسيز الآن الباثوجينيسيز تبعت الإنفلاماتوري باول ديسيز السبب تبع الإنفلاماتوري الإنفلاماتوري باول ديسيز لغاية الآن السبب مش معروف بشكل مية في المية السبب مش واضح السبب إيش مش واضح لكن بعض الإنفستيجيتور يعني بتقول لك الهياجيني ناتجة من نتيجة تأثير عدة حاجات مع بعض ها result from combination effect تأثير عدة حاجات مع بعض كيف هلقيت يا أخوانا النورمال فلورا اللي موجودة في الجي آي لازم تكون نورمال فلورا مثلا من نوع واحد اثنين ثلاثة يعني النورمال فلورا اللي موجودة في الجي آي مش أي بكتيريا بتكون نورمال فلورا موجودة في الجي آي بكتيريا معينة هي اللي بتكون النورمال فلورا في الجي آي فلو صار أنا عندي alteration أو change في هذه النورمال فلورا فبدل ما تكون النورمال فلورا الطبيعية اللي عند كل الناس أصبحت بكتيريا أخرى عند هدول الأشخاص فصار أنا عندي alternation في النورمال فلورا أو هاي alternation في النورمال فلورا أو يا أخوانا عدد النورمال فلورا زاد بشكل كتير عن الوضع الطبيعي أو عدد النورمال فلورا قل بشكل كبير عن الوضع الطبيعي فصر أنا عندي تغير في النورمال فلورا اللي موجودة فيه في الجي آي فلما صر عندي تغير في هذه المايكروبييتا اللي موجودة في الجي آي صر أنا عندي تغير في علاقة جهاز المناعة مع الجي آي مع البكتيريا هاي فصر عندي في الهوست انتر اكشن العلاقة بين الإنسان صار عندي في جهاز المناعة أو في الإنسان مع الجي آي مع الجي آي بكتيريا الآن وبالتالي صار أنا عندي أبرنت في الميوكوزا إميون ريسبونس صار أنا عندي تغير في الإميون تغير في جهاز المناعة في حاج برضو ممكن يكون انتستاين الابيثيليال ديس فانكشن إيش يعني يعني أخوانا ممكن الابيثيليال الأصل الأصل التايت جانكشن بين الإيبيثيليال مع إيبيثيليال الأخرى يكون محكم التايت جانكشن يكون محكم ما يدخلش بكتيريا لكن عند هدول الأشخاص بتكون الإيبيثيليال ديس فانكشن فبتدخل بكتيريا لجوه لما بدها تدخل بكتيريا الأصل البكتيريا تكون في اليومن في اليومن في السيرفس فلما تدخل البكتيريا لجوه حينئذن بتحفز جهاز المناعة إخوانا الباثوجينيسز أول إشي لازم الشخص يكون عنده مش كل شخص بصير عنده لازم يكون عنده لازم يكون عنده لازم برضو يكون عنده الاميون سيستم تبعه فيلو أبريند فيلو أبريند طيب برضو بيكون عنده إبيثيليا لديفكت ديفكت دا انتستاين الإبيثيليا لتايد جانكشن باريار فانكشن الأصل هدولة تايد جانكشن ما تدخلش البكتيريا لجوه لكن بيصير عندهم ديفكت فبتدخل البكتيريا إيش لجوه وإحنا قلنا المايكروبيا الفلورا صار فيها تغيير لما صار فيها تغيير أو أجد بكتيريا أخرى as a normal flora على الجي آي أجد بكتيريا أخرى as a normal flora على الجي آي فصانع عندي تغيير في normal flora أو مثلا الأصل normal flora مثلا group x الأصل يكون عددها كده والgroup b الأصل يكون عددها كده فمثلا group x زاد العدد وجروب b جل العدد فالتغيير فيه النورمال فلورا بيعمل ترقرها بيحفز الانفلاماتوري باول دي سيز الآن هدول الأربع شغلات إيش بيعملولي بيعملولي انفلاميشن وبالتالي تشو دامج اللي هو اي بي دي انفلاماتوري باول دي سيز اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد يخونا زي ما احنا قلنا بدنا نحفظ الأربع شغلات صار عندي تغيير للنورمال فلورا الإبيثيليال تالجانكشن ديفكت اي بدخل بكتيريا الإميون سيستم الإميون سيستم أبرينت أو أبنورمال إميون سيستم وضعوا جيني تيكسا سيبتابيليتي هدول الأربع شغلات رح يحفزوا الانفلاميشن رح يحفزوا الانفلاماتوري باول دي سيز لازم نحفظهم لأنهم مهمات الآن يخونا نحن قلنا التايت جانكشن اللي بتوين الإبيثيليال فيه ديفكت فلما التايت جانكشن اللي بتوين الإبيثيليال صار إلو ديفكت رح دخل البكتيريا من اليوم أه إلى الداخل إلى الداخل لما دخل البكتيريا البكتيريا لما دخلت حفزت الانيت والأدابتيف إميونيتي هالقيتي الانيت إميونيتي الديندريتك سيل الديندريتك سيل عملت انغالفمنت لمن؟ للبكتيريا وبعد ما عملتها انغالفمنت عملتها إبريزيبيتيشن في الميجور هسه كومبتابيليتي تايب تو تايب تو فحفزت التيه البرسل هالقيتي التيه البرسل امقسمت لثلاث تايه البر تايه البر واحد تايه البر اثنين تايه البر سبعتعش الآن مهم هذه الشغلة مهمة جدا مهم جدا الآن التيه البر التيه البر واحد حفز الماكروفيج التيه البر واحد أفرز انتر فيورون غاما ما انتم عارفين اتيه البر واحد بتفرز انترفيرون غاما الانترفيرون غاما حفز الماكروفيج الماكروفيج حفزت التيومور نيكروسيس فاكتور اللي هو اساس المشكلة عشان كده بعض العلاجات بتكون تضرب التيومور نيكروسيس فاكتور بعض العلاجات بتروح تعمل مونوكلون الانتيبادي ليش اخوانا اتيه البر واحد حفزت الماكروفيج لما الماكروفيج صار الى اكتيفاشن افرزت لTOèmeومور نيكروسيس فاكتور طب لTOèmeور نيكروسيس فاكتور ايش بيسوي بيزود البيرميابيليتي اللي موجودة في الابيثيليل بيزود البيرميابيليتي يعني لو انت بدك تلاحظ لهان كانت المسافة بين الابيثيليل والابيثيليل الصغيرة فدخلت شوية بكتيريا لكن لما أنا حفزت ليثيومونـــــــول نكروسيس فاكتور صارت المسافة بين الإيبثيليال و الإيبثيلية الكبيرة إيش يعني؟ يعني إن كريز البرايبياليتي تبعت الــــــتايد جانكشن الأصل التـايد جانكشن الــــزيومpsilon ecosystems تبعته تكون صفر الأصل التـايد جانكشن الــــــــلا reunited تبعته تكون صفر لكن لما انت تفرس لتومون نيكروسيس فاكتور صارت البرميابيليتي تبعت التايك جانشن عالية جدا لما صارت عالية جدا دخلت بكتيريا بشكل كبير دخلت بكتيريا لما دخلت بكتيريا البكتيريا راحت على الماكروفيج لما راحت على الماكروفيج برضو وعلى الدندريتك سيل حفزت الانيت اميونيتي الانيت اميونيتي حفز الادابتيف اميونيتي الادابتيف اميونيتي حفز الماكروفيج تفرس لتومون نيكروسيس فاكتور لتومون نيكروسيس فاكتور زود البرميابيليتي اكتر البرميابيليتي اكتر دخلت البكتيريا اكتر دخلت البكتيريا اكتر حفزت الانيفلميشن اكتر حفزت الانيفلميشن اكتر حفزت الماكروفيج تفرس لتومون نيكروسيس فاكتور وهكذا صارنا عندي يا اخوانا amplification في cycle صارنا عندي يا اخوانا يعني اضلك ايش تحفز الinflamation فكأنك قاعد بتضخم cycle يخوانا التي هيلبر 17 التي هيلبر 17 بفريز انتر لوكين 17 الانتر لوكين 17 بيعمل activation للنيوتروفل وانتو عارفين اول ما تشوف نيوتروفل اعرف يعني اعرف يعني الانفلاميشن موجود الانفلاميشن موجود ايش فياخوانا المشكلة الاساسية انه البكتيريا دخلت من الطايد جانشن كان عنده فالبكتيريا دخلت حفزت الانيت والانيت حفز الاكوايرد والاكوايرد اميونيتي حفز الماكروفل تفرز لتيومور نيكروسيس فاكتور لتيومور نيكروسيس فاكتور اخوانا الدكتور ركز على قضية لتيومور نيكروسيس فاكتور لانه هو اساس المشكلة اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد الجينيتك ساسيب تابلتي الان هل جيتي قاله لو لو توأمين توأم يعني توأمين احمد و محمد احمد اه انصاب بي كرونز ديسيز بي كرونز ديسيز فانه احتمالية اخوه التوأم محمد ينصاب بي كرونز ديسيز خمسين في المية خمسين في المية لكن لو احمد انصاب بالالساريتف كولايتس فانه احتمال اخوه محمد ينصاب بالالساريتف كولايتس ستعش في المية ستعش في المية طبعا احنا من قلنا احمد و محمد مونوزايجوت يعني توأمين توأمين طيب ليش فقالوا بما انه الكرونز ديسيز نسبة الاصابة خمسين في المية في التوائم اما الالساريتف كولايتس نسبة الاصابة ستعش في المية في التوائم قالوا الكرونز ديسيز إله علاقة أكتر بالجينيتيكس تسبتابلتي لأنه إنتوا عارفين المونوزايقوت الجينات اللي موجودة في أحمد هي نفسها الجينات اللي موجودة في محمد فعشان المونوزايقوت نسبة الإصابة 50% في الكرونز ديسيز قالوا الكرونز ديسيز الجينيتيكس تسبتابلتي تبعته أكتر بكتير من الألصريتف كولايتس يعني الألصريتف كولايتس الجينات إلها دخل في الألصريتف كولايتس لكن في الكرونز ديسيز الجينات إلها دخل بشكل أكبر بكتير ومع العلم لاحظ ولا تكفي الجينات لا تكفي البريدي بوزيسين جينيتيك لازم أيضا الإنفيرومينتال والبيئة يعني إحنا قلنا إذا أحمد إنصاب بكرونز ديسيز كرونز ديسيز فإنه احتمال 50% أخو التوأم محمد ينصاب بكرونز ديسيز قلنا 50% ما قلناش 100% ليش؟ ليش ما قلناش 100%؟ لأن الجينات بتلعب دوري بشكل أساسي جدا لكن مش هي كل إشي لازم أيضا أنا عندي اللي توا أخدناها alternative في النورمال فلورا immune system operation زي ما احنا قلنا نظرية الهايجين هيبوثيس تمام؟ يعني فيه أشياء أخرى برضو لازم تكون موجودة موجودة عشان الواحد ينصاب بكرونز ديسيز إحنا قلنا الكرونز ديسيز إله علاقة بالجينات أكتر من الألساريتف كولايتس يخونا فيه ثلاث جينات لازم نحفظهم اللي هم علاقة بالكرونز ديسيز لازم نحفظهم node ATG ARGM لاحظ node 2 ATG 16 الواحد IRGM هدولا الجينات the most common mutation اللي موجودة في الكرونز ديسيز اللي موجودة في الكرونز ديسيز إخونا هدولا الجينات node 2 ATG 16 الواحد IRGM هدولا كلهم هدولا هدولا كلهم إلهم علاقة إنه يخلوا الجسم يتعرف على البكتيريا ويحفز جهاز المناعة آه يحفز جهاز المناعة عشان يعمل كيلنج لهذه البكتيريا فلو كان الشخص عنده mutation في هدولا الجينات بصير بصير هدولا الجينات تخلي الجسم يتعرف حتى على normal flora as a foreign body as a invader يعني الأصل عند الشخص الطبيعي هدولا الجينات آه ما تحفز جهاز المناعة ضد normal flora لأنه هدولا الجينات بتعتبر normal flora مش foreign body تمام مش باثو جين تمام لكن لو الشخص صار عنده mutation في هدولا الجينات رح يصير يتعرف على البكتيريا as a foreign body على normal flora as a foreign body as a pathogen وبالتالي لازم أنا إيش أحفز جهاز جهاز المناعة آه تمام إذن هدولا الجينات بتخلي الشخص recognition and response intrasiliolar pathogen وهذا الكلام بداعم النظريات اللي احنا توي أخدناها احنا توي أخدنا أنه بيصير in-appropriate immune response لليومين البكتيريا يعني بيصير immune system ها يصير active ضد normal flora أو ضد البكتيريا اللي موجودة في اليومين ليش؟ لأنه صار عند mutation في هدولا الجينات اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد احنا قلنا يا أخوانا في الغالب افكتد التيرمينال إيليام فمنسميه تيرمينال إليايتست أو ريجونال انتيرايتست ليش منسميه انتيرايتست لأنه بيعمل في اللي هي الإيليام عشان كده سموه ريجونال ريجونال لأنه الإيليام تمام ممكن يصيب بس هو ممكن يصيب أي مكان في الأوليمينتاري اتراكت ممكن يصيب من عند الماث لعند الإينص أي مكان لكرونز ديسيز ممكن يصيبه لكن هو في الغالب الإيليام لكن ممكن من عند الماث لعند الإينص الموس كومون تيرمينال إيليام إليوسيكل هذا الموس كومون تمام 40% من الكرونز ديسيز بصيب لسمول إنتيست فقط يعني الإيليام تيرمينال إيليام 30% بصيب لسمول إنتيست مع الكولون مع الكولون 30% بصيب الكولون لوحده بصيب الكولون لوحده ممكن يصير للماث للديودينيام للإستومك للإيسوفيغاس الكرونز ديسيز بصيب الثلاث طبقات بعمل مشاكل في الثلاث طبقات إترانسيميورال إنفلاميشن تمام هو ممكن تكون إجرانيولومة لكنها نانكازييتنج في 35% من الحالات يعني إذا إجرانيولومة مش موجودة هذا لا ينفي عدم وجود الكرونز ديسيز تمام هقيت يا أخواننا لو أنا شخص مثلا أجاني عنده مشاكل في الماث بقع في الماث أو في الديودينيوم أو في الاستومك أنا قلت ممكن الكرونز ديسيز يصيب الماث الديودينيوم الاستومك الإيسوفيغاس لازم تأخذ إنت عينة وتفحصها تحت المايكروسكوب لو لقيت فيها جرانيولومة آه إنت بتصير تشك أو تشك يعني إنت بتصير تتوجه لناحية الكرونز ديسيز إنت بتصير تتوجه لناحية الكرونز ديسيز الكرونز ديسيز بعمل حاجة بنسميها أفطس ألصر أفطس إيش ألصر في الأول بتكون صغيرة بعد كده بتكبر 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 بتصير ديب نايف ألصر هيت حنشوف بداية الأفطس ألصر زي كده بتكون بس هنا إحنا الأفطس ألصر في الماث في الماث يعني لكن في 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 تيرمينال إيليم زي هيك زي هيك تمام شخص عنده إكرونس ديسيز وصار عنده ألصر في الماث شايفين ألصر في الماث هذا من الأصل كان عنده إكرونس ديسيز شايفين كيف الأفطس ألصر في التيرمينال إيليم هاي هذي أفطس ألصر شايفين كيف الألصر طبعا إخوانا من الشرط الألصر تيجي فقط مع الكرونس لا تيجي مع أشياء كتير لكن الكرونس بيعمل ألصر الآن هاي هاي أفطس ألصر شايفين هدولة بدي أغير اللون شايفين هدولة الألصر أفطس ألصر أفطس ألصر تمام ممكن الألصر يمتد 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 زي السكينة شايفين هذا الخط هذا الخط هذا الخط هذا الخط هذا الخط أن الألصر يمتد يطول 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 وظل يمتد يخترق لجوه في الأول الأفطس ألصر كان سوبرفيشيال لكن بعد كده صار يخترق الطبقات يخترق الطبقات لجوه 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 ممكن يصل للسيروزة وبالتالي ممكن يعملي بيرتونايتست وممكن يعملي إيش فيستيولة ممكن يعملي فيستيولة طلع يعني إحنا قلنا الأفطس ألصر هذا لو بده يطل يشجح لتحت يشجح لتحت زي السكينة ديب نايف ديب نايف يشجح طبعا السكينة بس بتكون بشكل معوج عشان كده إشجال عنها سيربينتاين ديب نايف سيربينتاين يعني بشكل معوج ديب نايف زي السكينة بتظلها تنزل لتحت تنزل لتحت إيلونغيتد عبل ما تعمل فيستيولة أو تعمل اللي شايفين صاينص إتراك فورميشن اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد الكرونز برضو على المورفولوجي لاحظ الترانس ميورال بشوفهاش في الألساريتف أنا بشوفه في الكرونز في أنا عندي فشر هذا الفشر ممكن يعمللي فيستيولة وممكن يعمللي بيرفوريشن بيرفوريشن بيرتونيتست الكرونز ديسيز في أنا عندي اسكيب ليجين إيش يعني مناطق مصابة مناطق مش مصابة مناطق مصابة مناطق نورمل الآن المناطق النورمل بتكون بارزة تمام لكن المناطق الأفكتد أو المناطق المصابة بتكون بتكون إيش ديبريشن فمنطقة بارزة سليمة منطقة ديبريشن مش مصابة منطقة ديبريشن مصابة منطقة بارزة سليمة ديبريشن مصابة بعمل لي حاجة بنسميها قبل ستون قبل ستون أبيرانس طلع منطقة بارزة سليمة منطقة ديبريشن مصابة منطقة دي بريشن مصابة دي بريشن مصابة منطقة بارزة يعني هذه المنطقة سليمة فبيعملي زي حجارة الشارع حجار الشارع القبل ستون تمام اذا في أنا عندي انه منطقة فيها لكن منطقة نورمال المنطقة ايش نورمال المنطقة النورمال هي اللي بتكون البارزة اما المنطقة الفيها دي سيز هي اللي بتكون دي بريشن تمام اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد يخواننا احنا قلنا الكرونز دي سيز بيصيب الطلع الطبقات فممكن يصيب ايش السر روزة طب السر روزة ايش عليها بالضبط السر روزة عليها فات السر روزة عليها فات فلما الكرونز او الانفلاميشن يروح يصيب السر روزة الفات من الاصل بيكون فري من الاصل في النورمال بيكون فري لكن لما هادي الانفلاميشن يروح افكتد للسر روزة افكتد للفات فبيجي الفات بيصير الو اكزوديشن ايش يعني اكزوديشن يعني بيصير الفات اه يترسب يترسب على منطقة السر روزة ويصير الو اكزوديشن يعني بيصير يترسب يا اخواننا طلعوا هان شايفين كيف الفات اجا وترسب اخواننا السر روزة او الادفينتيشيا بس الصورة مش واضحة كتير شايفين عليها فات عليها فات هاي عليها فات السر روزة او الادفينتيشيا تمام الان يا اخواننا بدنا نفهم شاكل هرقتي لو انا الانفلاميشن وصل لصر روزة وصل لصر روزة بديو يجيب الفات بديو يخلي الفات تسحف لليه فشايفين بيصير انعيندي الفات شايفين هاي الفات هاي الفات هاي الفات شايفين فالفات بديو يسحف لمكان الاصابة فبيسموها اكريب اكريب فات الفات بده يصير الوكسوديشن بده يصير يزحف لمكان الإصابة هاي كريبينج فات شايفين الآن هل قلت يا أخواننا الانفلاميشن بيحفز الإيدينة وبيحفز الفايبروسز فلما أنا يصير عندي فايبروسز وبيحفز الهايبروتروفي في المسكولارس أعيد الانفلاميشن بيحفز الإيدينة بيحفز الهايبروتروفي في المسكولارس ميكوزا بيحفز الفايبروسز وبالتالي بيصير الوال ثيك 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 بيصير ثيك في الوال ليس صار ثيك في الوال لأنه الانفلاميشن بيحفز الهايبروتروفي في المسكولارس إبروبرية وبيحفز الفايبروسز فبيصير أنا عندي ثيك في الوال هذا الثيك في الوال ممكن يصير thick 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 فيعمل لي narrowing في اليومن في اليومن فيكون اليومن تبع الاليوم مثلا او اليومن تبع التيرمينال الاليوم خيط بس ليش لانه هاي مثلا الول هذا الول ضلك انت اعمل thick 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 ضلك اعمل fibrosis thick فبيصير اليومن اليومن زي اكله خيط اليومن زي اكله خيط هاي هذا هو اليومن بيكون اليومن زي اكله خيط من سميه string sign ايش عن string string يعني خيط نتيجة structure structure formation ايش يعني structure يعني fibrosis او thick يعني narrow لاحظ شايفين اليومن بيبين زي اكله خيط من سميه string sign اليومن بيبين زي اكله خيط شايفين يا اخوانا ملاحظين مثلا مثلا هان في انا عندي ابيض يعني هان في اليومن هان في انا عندي ابيض يعني في اليومن لكن هانا شايفين اليومن مبين زي اكله خيط اذا بيصير انا عندي اكريبينج فات اكستنز اكستنسف اترانس ميورال ديسيز فبيصل للسيروزة بيصير انا عندي اكزوديشن للفات يعني زحف الفات حوالين المنطقة المصابة الوول تبع المنطقة المصابة عشان في انا عندي الانفلاميشن فالوول رح يكون رابري وثيك نتيجة الاديمة ونتيجة الانفلاميشن والفايبروسيز والهايبروتروفي للمسكولاري سيبروبريا فالوول بيظلو ثيك 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 عبال ما يخلي اليومن فبيعطيني اليومن زي اكله يعني زي الخيط نتيجة 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 يعني نتيجة نتيجة هاي اخوانا الكريبينج فات شايفين زي string sign narrowing of the human المايكروسكوبك بيكتشار للنفلاماتوري باول ديسيز في انا عنده نوعين chronicity و activity اخوانا الكرونيسيتي زي ما انتو عارفين الكرونيسيتي بدها وقت تمام بدها وقت يعني زي مثلا الميتابليجيا زي الفايبروسيز زي زي زيادة الثك هذا من سميه chronicity activity نتيجة نتيجة نيوتروفل او الانفلاماتوري سيل اذا تحت المايكروسكوب هشوف اشياء وحشوف اشياء ايش activity الان اللي في الاختيفتي تمام هذه ليست خاصة في الانفلاماتوري باول ديسيز ممكن تشوفها في اشياء اخرى يعني مثلا في انا عندي irradiation induced colitis ممكن تلاقي الفيتشار نفس الفيتشار تبعة اعنف بيكون ايش اعنف المهم انا واحد عنده انفلاماتوري باول ديسيز ايش رح اشوف رح اشوف الميوكسل ديبليشن في الاختيفتي ليش لانه اجت خلايا النيوتروفل والانفلاماتوري دمرت الميوكسل الميوكسل فصار الى ديبليشن لما خلايا النيوتروفل تروح على الوال تبع الكريب بسميها اكريبتايتست اكريبتايتست لكن لما تخش لجوه وتعمل لي مشاكل في الكريبت من جوه بسميها اكريبت اابسس اخوانا طبعا الكريبت اابسس مرحلة متطورة عن الكريبتايتست يعني لو انا مثلا هذه الكريب اذا النيوتروفل بس في الوال بسميها اكريبتايتست لما النيوتروفل تدخل لجوه بسميها إكريبت أبسس طبعاً وإنتوا عارفين الإنفلاميشن بيعمل ألسيريشن بيعمل إيش ألسيريشن هذا بنسميها أكتيفيتي ها قيت بنشوف نقول إنه مرة واحد إن شاء الله الكرونيسيتي يخونا الكرونيسيتي بده مدة بده مدة يعني في أنا عندي بناء في أنا عندي بناء وكده طب إيش بشوف بشوف الأركي تيكتشار أب نورمال ديسترابشن في الأركي تيكتشار في الكرونيسيتي ديسترابشن في الأركي تيكتشار يخونا إيش عن أكتيفيتي وكرونيسيتي الأكتيفيتي في أنا عندي هدم الإنفلاميشن سوى هدم سوى ديبليشن للميوكوزال سيل سوى إنيفلاميشن في الكريبت عمل أبسس في الكريبت يعني دمر الكريبت عمل ألسيريشن يعني الأكتيفيتي قاعد إشي خراب بيصير قاعد إشي دمار بيصير في الكرونيسيتي لا في الكرونيسيتي صار الدمار وخلص بعد كده انا بدي ابني بعد كده انا ايش بدي اعمل بناء في الكرونيسيتي لكن البناء بيكون abnormal بيكون disruption بدل ما ابني بشكل صحيح بابني بشكل خاطئ فحتكون الكرب disarray لما انا كنت انا هنا دمرت الكريبت شايفين الكريبت ابسس يعني انت دمرت الكريبت فلما انت بدك تيجي تبنيها بتبنيها بشكل disarray بشكل فوضوي ولما انت بدك تبني بتبنيها بشكل خاطئ فبتكون الكريبت لها branch والاصل الكريبت ما يكونش لها branch ورح تلاقي مناطق فيها الكريبت اترو فيه كمان يعني مناطق هتلاقي الكريبت اكتيرة ومناطق رح تلاقي الكريبت اترو فيه المسكولاريس ميوكوزة رح تلاقيها duplication ما انتو عارفين الفايبروسيز وكدا البنيث سل البنيث سل في الغالب يخوانا هاد البنيث سل عبارة عن خلايا بتفرز انيورو بتفرز بتفرز بروتين بولي بيبتايد هذا عبارة عن انتي مايكروبيال انتي مايكروبيال هل قيت البنيث سل اه في الغالب بتكون موجودة في الرايت كولون في الرايت كولون لكن لما انت تشوف البنيث سل في الليفت كولون او في السيجمويد او في الريكتم بسمي هاد الحالة ميتابليجيا اذا بنيث سل ميتابليجيا وهذا بشوفها خاصة في الرايت كولايت تمام لما انت تشوف خلايا اللي اللي موجودة في الستومك في الانترام موجودة ها موجودة في الانتستن بسميها بايولوريك ميتابليجيا او سودو بايولوريك ميتابليجيا ايش يعني سودو بايولوريك ميتابليجيا يعني خلايا البايوليك ايجلاند اللي موجودة في الانترام تبعت الستومك صارت موجودة وين في السمول انتستن او في الارج انتستن فبسميها بايولوريك او سودو بايولوريك ميتابليجيا تمام شايفين في الوضع النورمل الكولونيك ميوكوزا شايفين لكن في الوضع في الكرونيسيتي رح تلاقي اول اشي ايش يعني مش مصفطين هاي اول اشي تاني اشي رح تلاقي بعض الكريبت عليه ابرانش وهذا اب نورمال الكريبت ما بيكون عليه ابرانش طب وغير كده رح تلاقي مناطق ما فيش عنيدها كريبت ما فيش عنيدها اكريبت هذا احنا بنتكلم في الكرونيسيتي يعني لما انت اجيت بديك تبني يعني اول اشي صار انا عندي اكتيفتي دمرت بعد ما دمرت لما انت اجيت بديك تبني بنيت بشكل فوضوي بنيت بشكل خاطئ وفي اماكن ما بنيتش عليها ورحت على المسكولارس على المسكولارس وعملت لها شايفين قديش عملت لها انت الاصل المسكولارس تكون ارفيعة لكن انت عملت لها تمام يعني لما انت بنيت شايفين البنيت سل البنيت سل بسميها بسميها ميتابليجيا اخوانا زي ما انتوا عارفين البنيت سل بتكون في الكريبت في اللوبر كوهن في الكريبت بتكون في الغالب في الغالب ممكن لكن لو لقيت البنيت سل في الليفت كولون في السيجمويد في الريكتم بسمي هاد الاشي ميتابليجيا البنيت سل هايها شايفين هاي البنيت سل هاي البنيت سل البنيت سل يا اخوانا زي ما انتوا عارفين بتفرز بروتين هاد الانتي ميكروبيا البروتين تمام وهاي الكريبتايتس الكريبتايتس انه شايفين بتلاقي خلايا الانفلاميشن ها موجود على الابيثيليا اللير اوف دا كريبت يعني على الوال اوف دا كريبت على الوال هايها مبينة على الوال اوف دا كريبت الكريبتايتس لكن لما تخش من الكريبت من جوه ها تخش على الكريبت من جوه على اللم على اليوم من تبع الكريبت لما تلاقي النيوتروفيل دخلت على لليوم انتبع الكريبت منسميها الكريبت أبسس طلع هنا ما دخلتش شايفين لليوم انتبع الكريبت نظيف لليوم انتبع الكريبت نظيف ما فيش عليه النيوتروفيل لكن هنا لليوم انتبع الكريبت صار عليه النيوتروفيل فسميته الكريبت أبسس الآن الكرونز ديسيز الانفلاميشن بيكون فوكل وباتشي وليس سيفير دان الألصاريتف كولايتس يخوانا الإنفلاميشن في الألصاريتف كولايتس أعنف بكتير لكن في الكرونز ديسيز ليس سيفير إيش يعني باتشي أو فوكل يعني مناطق مصابة ومناطق سليمة مناطق مصابة ومناطق سليمة ممكن ألاقي جرانيولومة في 35% من الحالات الجرانيولومة ممكن ألاقيها طبعا هي نانكاز ييتنج الجرانيولومة ممكن ألاقيها في المناطق المصابة وممكن ألاقيها في المناطق السليمة وممكن ملاقيهاش في الجي آي من الأصل ألاقيها في مناطق ثانية يعني ممكن ألاقي الجرانيولومة موجودة في السكن مثلا ممكن ممكن ألاقي الجرانيولومة موجودة في الميزينتريك لمف نود ممكن تمام ممكن ألاقي الجرانيولومة موجودة في السكن فتعمل لي كوتينيوس نوديول يعني أنا عندي نوديول في الاسكيل لو أخذتها وفحصتها بلاقيها جرانيولومة بلاقيها إيش؟ جرانيولومة تمام عدم وجود الجرانيولومة لا ينفي أنه في الشي كرونز ديسيز تمام بتيجي الليمفويد سل زي التي والبي بيصير إلها اجريجيشن في التيشو ليير تمام في طبقات التيشو وفي طبقة الفات الفات هي يعني انتوا عارفين طبقة الفات هي في الآخر يعني في أنا عندي ثلاث طبقات في الآخر بعد كده بيجي الفات فبرضو ممكن الليمفويد يصير إلها اجريجيشن في طبقة الفات زي ما انتوا شايفين ترانس ميورل والإنفليميشن والإنفويد أجريغيشن الكرونز دي سيز فوكال أنت باتشي لاحظ مناطق سليمة مناطق مصابة هاي منطقة إيش مصابة تمام وهاي الجرانيولومة واضحة هلقيت لاحظ هذا الفشار في الكرونز دي سيز الفشار الكلينيكال فيتشار العياني أخونا بيجيك بيعاني من ديارية لكن هادي ريكارانت إبيسود يعني هادي الديارية بتروح وبتيجي ونفس القصة أبدومينال بين بروح وبيجي ونفس القصة فيفر ممكن هدولا تستمر يوم يومين لأسابيع تمام وهادي ريكارانت يعني بتروح وبتيجي طيب ممكن تكون الفيتشار بتشبه تبعة الأبينديسايتس الأبينديسايتس لايك بيكتشار يخونا لو واحد عنده أبينديسايتس بيكون الألم في الرايت لوور إكوانترنت في الرايت لوور إكوانترنت في الرايت لوور إكوانترنت إذا كان الألم فضيع الدكاترة بيشكه إذا كان الألم فضيع الدكاترة بيشكه إنه عنده أبينديسايتس فبدو يدخل يفتح البطن عشان يشيل الأبينديكس بيلاقي عنده وليس إيش أبينديكس طبعا أنتوا عارفين في الغالب بيصيب الترمينال إيليام وجهة الترمينال إيليام نفس جهة الأبينديكس تقريبا في طبعا يخونا بيصير أنا عندي والله لو الأول هو المخيس caught من المmented بشكل كثير إذا سيتم لدي خاصة الماضي خاصة في فيتامين بي فين يكون أنا عندي آنية من وراء فيتامين بي انתوا عارفين يا إخوانه الفيبروسيز اللي بيصير واللامنابروبرياء اللي يبدأت سير ثيكن للامنابروبرياء وفايبروسيز الفيبروسيز بعمل لي زي ما أكدنا string sign string sign أو منسميه structure فهذا يعني الفيبروسز رح يضيق لليوم بشكل كبير فبيعملي string sign فبيعملي intestinal obstruction الانتستانيال obstruction كتير كتير من الدكاترة ممكن يتلخبطوا مع Crohn's disease ليش؟ لأنه التيومور بعمل intestinal obstruction ممكن التيومور يعمل لانتستانيال obstruction أقول لكم شغلة حتى في الراديولوجي في الراديولوجي بتقدرش يتميز إذا هذا الانتستانيال obstruction من تيومور ولا من Crohn's disease بتقدرش يتميز حتى بالراديولوجي لأنه هنا Obstruction وهنا Obstruction تمام فممكن الجراح يدخل عشان هو عنده تيومور وبده يستأصله يلاقي Crohn's disease وليس تيومور تمام؟ فطبعا أنتوا عارفين الكرون's disease زي ما احنا أخذنا في الأول الدمار الشامل اللي كان من قصة لتيومور نيكروسيس فاكتور فأنا ممكن أعطي له دواء ضد لتيومور نيكروسيس فاكتور أو إميونو صابريشن ممكن أعطي له إميونو صابريشن يخونا المرض بيروح وبرجع في معظم الحالات يعني بتلاقي الشخص الشهر هذا سليم و100% وفيش أي شي الشهر الوراء بتلاقي صار إيش صارت الفيفار والدياريا والبين صارت تظهر الشهر البعد كده سليم فبتكون ريمينشن أند ريلابس بتروح وترجع لكن في 20% من الأشخاص بيضلوا الأعراض بيضلها ماشية ما بتروحش بيضلها أعراض كونتينيواص يعني بيضلوا الشخص على مدار الأشهر والسنوات بيضلوا يعاني من فيفر من ألم من دياريا من كده تماما يخونا أنا ممكن يصير أنا عندي مش إحنا بيصير أنا عندي فشار وإنفلاميشن وألسيريشن وكذا فممكن يصير أنا عندي هيموريج يصير أنا عندي إيش هيموريج فالهيموريج أنت بتخسر رد بلد صيل قاعد فبعمل لي أيرون لأنك بتخسر قاعد رد بلد صيل وكمان يا إخوان بتكون ممكن يكون الستول بلاك يعني ميلينيا احنا قلنا ممكن يصير أنا عندي رابتشار أو هيموريج للبلد فيزل لأنه الإنفلاميشن الانفلميشن بيوصل التلات طبقات طب ما هو الطبقة التانية اللي هي صب ميوكوزة الطبقة التانية اللي هي صب ميوكوزة تحتوى على بلاط فيزل فلو الانفلميشن وصل صب ميوكوزة وهو أصلا بيوصلها فبيصير رابشة للبلاط فيزل فبيصير أنت بتخسر رد بلاط صلي بشكل كبير فممكن يكون عندي ايرون ديفيشيانسي انيميا وبيكون أنا عندي ميلينا إخوانا سير سيرتوليزوماب سيرتوليزوماب أو انفليكزيماب هدول عبارة عن أدوية ضد لتيوب النكروسيس فاكتور ممكن نستخدمهم في الكرونز ديسيز الآن الكلينيك الفيتشر تبعت الكرونز ديسيز أو ريبزنتيشن تبعت الكرونز ديسيز بتلاقي أنا عندي في بروزينج اللي هو قلنا سترينج ساين خاصة في التيرمينال يخوانا لو كان هذا الفيبروسيز يعني إمرجنسي وخطير بتروح بتشيله بالجراحة بتروح بتشيله إيش بالجراحة و انت بتشيل الجزء الأفكتد تمام وبعد كده بتعمل يعني بعد كده بتعمل للجزء النورمال مع النورمال يعني انت بس بتشيل الجزء الأفكتد لكن في 40% من الحالات رح تحتاج كمان جراحة بعد 10 سنوات يعني في 40% من الحالات رح يصير برضو أنا عندي في بروزيز كمان مرة عشان كده الجراحة في الكرونز ديسيز في الغالب ما بستخدمهاش إلا في الامرجانسي أعيد أنا يا إخوانا الكرونز ديسيز ممكن يعمل فيبروزينج استريكشار استرينج لاين استرينج صاين فبدي أشيل هذا الجزء بدي أشيل هذا الجزء وعمل للجزء السليم من هنا والجزء السليم من هنا تمام بعد 10 سنوات في 40% من الأشخاص اللي عملت لهم جراحة في الأول من وراء الفيبروسيز رح يرجع كمان مرة يصير عندهم فيبروسيز ورح يحتاج كمان مرة عملية تمام عشان كده الجراحة لا تستخدم في الكرونز ديسيز لأنها رح ترجع تاني رح ترجع لا تستخدم في الكرونز ديسيز إلا في حالات الامرجانسي يعني لما يكون الفيبروسيز مسكن لليوم من كله تمام احنا قلنا في الكرونز ديسيز في الغالب بنعطي له إميونو سابريشن أو أنتي تيومون نيكروسيس فاكتور أنتي بادي زي زي ما قلنا سيرتوليزوماب الآن زي ما انتم عارفين ممكن تتكون أنا عندي فيستيولا فيستيولا آه إسموال انتستن مع إسموال انتستن إسموال انتستن مع إسموال انتستن مع إسموال انتستن مع بلدر إسموال انتستن مع فاجاينا إسموال انتستن مع الاسكن في الأبدومين أو مع الاسكن في البريئينال يعني إخواننا أنت فيستيولة فيستيولة تمام برضو بيصير أنا عندي بيرفوريشن آه بيصير أنا عندي بيرفوريشن وبالتالي بريتونيال أبسس آر كومون يعني بيصير أنا عندي بريتونايتس بريتونايتس ممكن أنا عندي إنكريز ريسك لا الكولونيك أدينو كارسينوما خاصة مع الأشخاص اللي عندهم الكرونز ديسيز يعني إله سنوات ممكن يكون عنده أدينو كارسينوما أدينو كارسينوما إنكريز ريسك لا الكولون أدينو كارسينوما تماما إكسرا انتستاين المانيفستيشن يخواننا هدول رح نرجع نشرحهم في الألساريتف كولايتس المحاضرة طولت شوية يعني الإكسرا انتستاين المانيفستيشن ممكن المريض يجيني ما هو يا أخواننا انتوا عارفين الكرونز ديسيز كان سببه جهاز المناعة فممكن برضو جهاز المناعة يعمل لي يوفياتس ساركويلايتس ميجراتوري بولي أرثرايتس إريثيما نودوزا وبايل داكت إنفكتد أو إنفلميشن بس خاصة بشوفها في الأرساريتف كولايتس وليس في الكرونز ديسيز اللي هي كولانجايتس برايمري سيكلي روزين كولانجايتس وبري كولانجايتس إخواننا انتوا عارفين كولانجايتس يعني إنفلميشن في البايل داكت بري كولانجايتس أو برايمري سيكلي روزين كولانجايتس بشوفه في الغالب مع الالسيريتف كولايتست شايفيني اخوانا يوفيايتست 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 شايفيني اليوفيايتست طبعا اخوانا ما هو جهاز المناعة رح هاجم العين عمل يوفيايتست جهاز المناعة هاجم العين جهاز المناعة هاجم السار كويلك جوينت الساركو إيليك جوينت ساركو إيليك جوينت جهاز المناعة هاجم الساركو إيليك جوينت اللي هو هذا الساركو إيليك جوينت فعمل يا أخوانا ساركو إيليايتست ساركو إيليايتست أنه جهاز المناعة هاجم الساركو إيليك جوينت هاي أخوانا الإريثيما نودوزم الإريثيما نودوزم الإريثيما نودوزم يخوانا الاريثيما نودوزم تمام لما انت بدك تاخد عينة ما بتلاقي اجرانيوليشن ما بتلاقي اجرانيوليشن وين احنا كنا نقول منلاقي اجرانيوليشن كنا نقول كوتينيواص نوديول يخوانا في حجم نسميها اريثيما نودوزم هي بتكون في الاسكن لونها احمر ابتجع الاريثيما نودوزم ممكن تروح لحالها وممكن تكون مؤشر انه في انا عندي مرض خطير في الجسم من هذه المؤشرات لكرونز ديسيز تمام لكن برضو احنا اخدنا الكوتينيواص نوديول لما انت بدك تاخد بيومس من الكوتينيواص نوديول اللي موجودة في الاسكن ممكن تلاقي اجرانيولوما فلما تلاقي اجرانيولوما انت هذا مؤشر خطير انه ممكن يكون كرونز ديسيز واحنا قلنا انفلاميشن في البايل في البايل داكت منسميها برايماري سيكليروزينج كولانجايتس او بيري كولانجايتس بيري كولانجايتس وهذا منشوفه مور كومون في الالساريتف كولايستس هدولها الكلينيكا المانيفستيشن الاكسترا انتستاينال يعني خارج لسمول انتستان خارج لسمول انتستان الميوكوراتوري بولي ارثرايتس ايش يعني؟ يعني جهاز المناعة بروح بيصيب الجوينت هذا بعد كده بيعمل له بعد كده بترك الجوينت هذا وبروح بيصيب جوينت آخر بعد كده بترك الجوينت بروح بيصيب جوينت آخر فمنسميها يعطيكم العافية جميعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد